خطوة مفصلية في درب انتزاع الارض من قبضة الميليشيات الانقلابية حيث اعلنت القوات المسلحة عن تحرير مدينة المخى ومينائها الواقعين على الساحل الغربي لمحافظة تعز سيطرة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي على مدينة المخى تأتي ضمن عملية الرمح الذهبي التي انطلقت مطلع يناير الجاري سلسلة من المعارك المتصلة احرزت خلالها القوات المسلحة انتصارات متوالية وسيطرت على مناطق الشريط الساحلي الممتد من دبابة مرورا بمعسكر العمر والسلسلة الجبلية المحيطة به وصولا الى المخى اذا هنا المخى اخيرا وليس اخرا اذ تشخص الابصار والامال معا بامتداد الساحل الغربي صوب الحديدة وشرقا صوب مدينة تعز خصوصا مع التطورات الميدانية في الاتجاه المقابل للمخى حيث اعلنت قوات الشرعية انها وبدعم من التحالف العربي فرضت سيطرتها بشكل كامل على مديرية حرض الحدودية المؤشرات تقول ان الحديدة هي قبلة الجبهتين في معركة استعادة الدولة وعلى ضوء الانتصارات تبرز اهمية تأمين العمق الجغرافي للمخى حيث لا تزال للميليشيا او كارون هناك قد تؤثر على قيمة النصر خسارة المخى بالنسبة للانقلابيين لا تقل فداحة عن خسارتهم باب المندب حيث كانت تمثل منفذا لخطوط تهريب السلاح ومصدر كلق لخط الملاحة الدولي